بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على ثمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ونأهلان ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة والأخيرة من سلسلة أحاديث مشتهرة لا تصبح في رمضان ولا في غيره حديثنا صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة وفي لفظ لا يفصل بينهن طبعا هذا ضعيف كما في لطيف المعارف يراجع هناك مجمع الزوائد وغيرهما لأنه ليس هناك دليل صحيح في شرط التوالي في سيام ستة من شوان والحديث حديث يقدر عند مسلم من صار رمضان ثم أتبعه ستة من شوان كأنما صام الدهرة والنبي جعلها مطلقة من أراد أن يسردها ومن أراد أن يفرقها فلا شيء في ذلك حديث من صام آخر يوم منذ الحجة وأول يوم من محرم ختمت سنة الماضية وافتتح سنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة موضوع ولذلك دائما هذه رسالة في الوادس اللئيم يقول لك أن يفتتح السنة بصيام وختمها بصيام هذا حديث موضوع باطل ينبه على ذلك كما في الأرئي المصنف الأسف الموضوع وفي الموضوعات من الجوز وفي الخوائد وهيرها ولذلك لا تخص بذات السنة ولا نهايتها بصيام ولا بقيام ولا بعمل وكل هذا من البدعة نفس الله عز وجل السلام حديث ما من أيام أحاب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يا عدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر حديث ضعيف والأحاديث الأخبار التي ضعفها شديد لا تصحف الاعتبار والمتابعث بل ولا يزد بعضها بعضا إلا وهنا وضعفا ويراجع في ذلك شرح السنة وعلى للدار قطني وغيرهما وطبعا الحديث هذا يعارضه حديث البخاري الذي أطلق الفضل فيها ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من عشر ذي الحجة فأكثر فينا من التهيل والتكبير والتحميد ولم يقول أن الصيام فيها يعدل السنة لليوم ولا القيام فيها يعدل قيام ليلة القدر وما أجمل ما قاله ابن الجوز في كتابه الموضوعات يعني ذلك في الحديث الموضوع قال ما أحسن قولي قائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خالدا عن دوين الإسلام من المثاليد والكتب المشهورة وهذا الكلام ينطبط على هذا الحديث الموضوع وغيره من الحديث الموضوع حديث صوم يوم التروية كثارة سنة يوم التروية يوم الثمانية ذي الحجة هذا موضوع ويراجع في ذلك الإرواء هو في حلقة الحديث الضعيفة هو الموضوع للألباني نعم حديث صوم شوالا ضعيف منقطع كما في ضعيف ابن ماجة يعني يقولك صوم شوال كله والنبي ما علم عنه أنه أتم شهرا إلا شعبان كما جاء من حجز المسلمة وعيشته في الصحيح نعم حديث إن كنت طائما بعد رمضان فصوم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتب فيه على قوم آخر حديث ضعيف كما في ضعيف الترهيب والترهيب وغيرها حديث صوم شهر الصبر رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم من الحرم وترك صوم من الحرم وترك حديث ضعيف كما في ضعيف ابن ماجة وغيرها حديث علي رضي الله عنه رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة نصف من شعبان قام فصل أربعة عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بأم القرآن أربعة عشرة مرة فلما فر من صلاته فألته عما رأيته من صنيعه قال من صنع مثل هذا الذي رأيت كان له كعشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولة فإن أصبح في ذلك لعن صائما كان كصيام سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة حديث الموضوع ولم يفرح في ليلة نصف من شعبان يا إخواني أي نوع من أنواع العبادات لا من عمرة ولا من قيام ولا من صيام آرها ولا من صدق ولا من توسعة على العيال إلى غير ذلك وهذا تجدوه يعني يراجع لعنى المصنع في الموضوع وليلة نصف من شعبان بفضلها إلى غير ذلك حديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر فقال لا إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء والخميس فإذا أنت قد صمت الدهر كله فإذا أنت قد صمت الدهر كله يعني صم رمضان والذي له شوال وبعدين كل أربع وخميس وهذا حديث ضعيف يعني تعارضه الأحاديث الأخرى في الصيام الاثنين والخميس حديث من صام رمضان والشوال والأربعاء والخميس دخل الجنة حديث أيضا ضعيف ويراجع فيه بغية الباحث وغيرها حديث إذا أطاق الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان وفي لفظ إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه الصيام شهر رمضان حديث ضعيف ويراجع في ذلك المحلى ولا حديث الموضوع حديث ما فضلك ما فضلكم أو ما فضلكم أبو بكر بفضل من صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وفي رواية ما سباقكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه هذا الحديث لا أصل له مرفوعا لا أصل له مرفوعا ويراجع في ذلك السلسلة تحت الضعيف وغيرها قيل يا رسول الله أي الصوم أفضل بعد رمضان قال صوم شعبان لتعظيم رمضان وهذا حديث منكر كما في لطاف المعارف والفتاوى الحديثية وإرواء الغليل وغيرها والمتن كما ترون فيه نكار يقول ابن حجر ويعارضه ما رواه مسلم من حديثة بذريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم محرم وفي رواية شهر الله المحرم وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله قالت يا رسول الله أحب الشهور إليك أن تصوم شعبان قال إن الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجل وأنا أصاهم حديث ضعيف حديث ضعيف كما في العلل بن أبي حاتم وغيرها كما في العلل بن أبي حاتم وغيرها حديث من وسع الأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سير سنته ضعيف جدا ومن دميع طرق حكم على الشيخ الإسلام بالوضع نسأل الله العافية والسلام ويراجع في ذلك التمام المن ويراجع في ذلك الفتاوى المهمات وفتاوى اللجنة الدائمة نعم حديث صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوم هذا ضعيف مرفوع ويصح موفوفا عن ابن عباس ويراجع في ذلك الرغض المربع للبسام وتحفة الأحوذي ومسند ابن خزيما نعم حديث إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماءه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل من صام يوم من رجب سقاه الله من ذلك النهر حديث الموضوع كما في الآثار الموضوع وسلسلة الأحديث الضعيف والموضوع فتاوى اللجنة الدائمة ولابد أن نقول لم يرد في شهر رجب ولا في صيامه شيء عليه الكلفة والعمل نعم ويقول ابن القيم كل حديث ذكر في ذكر صوم رجب وصلاة ليالي فوتذب وافتراء حديث إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر أو في رواية لا يزال صيام العبد معلقا لا يرفع إلى الله بزكاة الفطر وفي رواية صيام الرجل معلق يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر كلها أحاديث ضعيفة كما في العلم تناهيا وكما في سرسلة ضعيفة حديث إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي العيد ويتلو هذه لا يقعد أفلح من تذكى وذكر اسم ربيه فصلى حديث ضعيف كما في نسعة ابن حجر مختصر الزوائد وإن كان نعم زكاة الفطر تكون قبل الخروج إلى الصلاة نعم لكن لم يجد ذكر هذه الأعيان حديث أدو صدقة الفطر عن من تمونون يعني تقومون بمونتهم ورعايتهم حديث أيضا ضعيف ويراجع عن الأوطار والدار قطني وغيرهما حديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر وقال اغلوهم في هذا اليوم وفي لفظ عن الطواف يعني عن الطلب هذا أيضا ضعيف كما في يرجع عن الأوطار وفي المحلة والمجموع وسلسلة إلى حديث الضعيف وغيرها حديث سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذه لا يقدا فلح من تذكى وذكر اسم ربيه فصل فقال انزلت في زكاة الفطر أيضا ضعيف جدا كما في ضعيف الترهيب والترهيب وغيرها حديث صدقة الفطر عن كل صهير وكبير ذكي وأنثى يهودي ونصراني وملوك نصف صاع من برج أو صاع من تمر أو صاع من سعير ضعيف جدا كما في يرادع فيها الفوائد ويرجع فيها سلسلة الحديث الضعيف ويرجع فيها المصنوعة وغيرها حديث كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يغدو الفطر حتى يغذي أصحاب من صدقة الفطرة بأيضا حديث ضعيف ويرجع في مصباح جاجة على زواد ابن ماجة وبعيف ابن ماجة وغيرهما حديث من أحي ليلة العيد وليلة نسف شعدان لم يموت قلب يوم تموت القلوب هذا حديث منكر والأصل فيه أنه مرسل يعني ليس لا من كلام النبي ولا من كلام الصحاب مع كثرة ما يذكره الخطباء والوعاب ويرهجون به بحيا ليلة العيد وفعلها أي أعني هي ليلة العيد من البداء يراجع العيد المتناهية ويراجع أيضا فتاوى اللجنة الدائمة حديث من أحي ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يموت قلب يوم تموت القلوب حديث الموضوع كما في إتحاس السادة المهرة وفي فتاوى اللجنة الدائمة خمس ليالي لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر موضوع حديث الموضوع كما في السلسلة الضعيفة حديث من أحي الليالي وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان حديث الموضوع أيضا ويراجع فيه الترهيب ترهيب وفتاوى اللجنة الدائمة وتخصيص هذه الليالي بإحياء لياليها لا يجوز لعدم الأدلة الصحيحة بل هو من البدع حديث عن عبادة ابن الصامد قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الناس في العيد تقبل الله منا منكم فقال ذلك فعل أهل الكتابين وترهه حديثا منتر كما في العلم المتناهية وغيرها ولو كان هذا الحديث ثابتا فكيف يكون نحن نقول تقبلها منكم لأنها تحيط أهل الكتابين ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخالف ذلك الصحابة فيهني بعضهم لبعض كما صح من رواية المحامل وغيره كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لا تقبل الله منا ومنك وقال الألباني رواه المحامل وغيره بسند صحيح وعلى كل حال التهنئة كما قال أمام أحمد لا أبدأ بها أحدا ومن بدأني رجدت عليه رجدت عليه وهذه التهنئة تقبل الله منكم من قالها أفضل من أن يقول كل عاملتم بخير أو عيد سعيد أو عيد مبارك أو من العيدين الفيزين لأن يتقبل الله منهم منكم الصحابة يقولونها ولأن فيها دعا وتهنئة إلى غير ذلك حديث زينوا أعيادكم بالتكبير وزينوا العيدين بالتهليل كلها زينوا أعيادكم بالتكبير ضعيف كما في ضعيف الترعيب والترعيم وزينوا العيدين بالتهليل موضوع كما في السلسلة الضعيفة وحديث إذا كان يوم الفطر هذا حديث مشهور جداً يا أخوان عند الوعاء وفقهم الله إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بالسيام النهال فصمتم وأطعمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة هذا ضعيف ويراجع فيه الترهيب والترهيب وضعيف الترهيب والترهيب ومسند الطبران الكبير حديث يوم الفطر يوم الجوائز إذا خرجوا المصلة أعطوا جوائزهم حديث ضعيف إن الله لا يطلع في العدين الأرض فأبرزوا من المنازل تلحقكم الرحمة حديث ضعيف كما في السرسلة الضعيفة حديث لا اعتكاف إلا بصوم حديث أيضا ضعيف كما في ضعيف أبي داود وأيضا عمر لما قال نظرت نعتك في الجهلية فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي أوفي بنذركة نعم وحديث لا اعتكاف إلا في مسجد جامع لا يصح مرفوعا إنما هو موقوف إنما هو موقوف على بعض الصحابة وحديث المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض حديث الموضوع كما في ضعيف ابن ماجة والحديث الآن التي ذكرت فيه الأضاحي نذكرها أيضا ما عمل آدمي من عمل اليوم النحر أحب إلى الله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا هذا حديث ضعيفة ترمذ في السلسلة الضعيفة وغيرها وأيضا حديث يا فاطمة قم إلى أضفيتك فالشديع فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل زنب عملتي وقولي إن صلاة ونسك ومحي وماتي يا رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال عمران قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاص فأهل ذاك أنتم أم للمسلم فأهل ذاك أنتم يعني أهل لهذا أم المسلمين أعام قال لا بل المسلمين أعام هذا حديث من كركة ويراجع فيه الترغيب للمنذر وسرسر الضعيفة والمستدرك وغيرها حديث قال يا رسول الله ما هذه الرضاح قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسن حديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة ومختصر مستدرك الحاكم والترغيب للمنذر وغيرها حديث لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر وفي لفظ لا يذبح أضحيتك إلا مسلم وفي لفظ لا يذبح أضحيكم اليهود ولا النصارى لا يذبح إلا مسلم صح موقوفا فقط ولم يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويوجد في ذلك عند البيهاخ عند الإمام البيهاخ ويرد عليه قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فكان عمومه في الضحايا وغيرها ولأن كل من كان من أهل الذكاء صح أن يذبح الأضحية كالمسلم ولأنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتاب كالذكاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضح ليلا وهذا موضوع ولا يصح البتة ويراجع في ذلك ضعيف سلسلة ضعيفة والمجموع شرح المهذب وأيام النحر كلها وقت من نحر من أول الليل والنهار ولا فرق في ذلك ولا فرق في ولا فرق في ذلك فليعلم أيضا حديث استفره ضحاياكم فإنها مطاياكم عن الصراط ضعيف ضعيف جدا كما في المقاصد الحسنة وأثنى المطالب والسلسلة الضعيفة وغيرها ويقول ابن العربي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح كما ذكر صاحب عرضة الأحوز وبذلك لقول فلنتعين من هذه السلسلة المباركة في حديث مشتهر لا فصح في رمضان ولا في غيره وأنصح بكتاب بعنوان أخطاء شائعة وبدع وبدع ومخالفات واعتق وبدع ومخالفات واعتقادات باطلة تتعلق بشهر رمضان وزكاة الفطر والأيدين جمع وترتيب أحمد بن عبد الله السلمي وتقريض الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبري رحمه الله وتقديم الدكتور صالح بن محمد الحسن عميد كلية الشريعة والدرسات الإسلامية بالأحسام شكر الله لهم جميعا وكاتب الله أجرهم ونفعنا بما قلنا وصلي لهم على نبينا محمد وآخر زعوان أن الحمد رب العالمين